دعا وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل وأخذ الجرعة المنشطة للتطعيم المضاد لفيروس كورونا وذلك للأثر الكبير في الحماية التي يكونها التطعيم وإسهامه في خفض نسبة الإصابة وتقليل حدة الأعراض والمضاعفات المصاحبة لرفع مستوى التحصين ومناعة المجتمع هذا وأكدت الدكتورة جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية في اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن مملكة البحرين حرصت منذ بداية الجائحة على متابعة المسجدات الصحية التي تضمن توفير اللقاحات اللازمة والإجراءات الاحترازية لتصدي للجائحة فضل الله وتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدح حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة لسيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تم توفير اللقاحات بالمجان للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وحرصت مملكة البحرين على متابعة المسجدات الصحية لتضمن توفير كافة الإجراءات الاحترازية ومنها التطعيمات للجميع للتصدي لجائحة كوفيد ناينتين وفي هذه الإطار تم توفير الجرعة المنشطة وطبعا الفريق الوطني الطبي في مملكة البحرين حريص على متابعة المسجدات الصحية والدراسات العالمية والمحلية لضمان تأمين الحماية اللازمة فجاءت هذه التوصيات بتوفير جرعة ثالثة أو منشطة للقاح ساينو فارم في البداية وبحث تعطاع بعد شهر إلى ثلاثة أشهر حسب الحالة الصحية وتلاها لبقية اللقاحات سواء كان فايزر أو سبوتنيك أو أسترزينيكا كوفشيلد بفاصل زمني حوالي ستة أشهر للقاحات المتاحة طبعا إضافة جرعات معززة أو منشطة لتحفيز جهاز المناعة وإحداث استجابة مناعية أمر غير جديد عادة في عدد كبير من اللقاحات يتم إضافات مثل هاي الجرعات بحيث يتأمن أكبر استجابة مناعية تضمن سلامة الفرد والمجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر